السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلاب وطلبات الصفة الثالث لعداد جريد ناين اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة جايب لكم اسئلة اختيار من متعدد لسئلة تراكمية منهج ماف الترم التاني يارب الفيديو يعجبكم لو انت اول مرة بتشاهدني معك مستر ايمان ارجو الاشتراك في قناة وتفعيل الجراز عشان يبصلك كل جديد ويلا بينا نبدأ درس اليوم انا عشان اجيب قيمة اكس هنا لازم يكون التو بيس هنا ايقل هنا البيس ايقل 3 وهنا البيس ايقل 9 فانا هنا الناين عايز اخليها 3 فهتكون 3 to the power 2 3 to the power 2 اللي هي 3 times 3 equals 9 فالناين هنا هكتبها 3 to the power 2 فهتكون المسألة كده 3 to the power x equals 3 to the power 2 انا خليت البيس هنا ايقل البيس هنا علشان يبقى الباور هنا ايقل الباور هنا هنا الباور ايقس وهنا الباور 2 يبقى x equals 2 اختار 2 بعد كده if 5x equals 6 then 10x equal هو عمل ايقل ايقل الى claws ايقل الى claws ايقل زيما انت عارب بيبقى ليها 2 sides left hand side right hand side فهنا عمل ايه في left عمل f5x عشان تكون nx عمل لها times 2 يبقى لازم اعمل للright hand side اللي هي 6 عمل لها برضو times 2 6 times 2 equals 12 فاختار 12 number 3 if square root 64 plus 36 equals 8 plus a then a equals انا هحسب الsquare root ده اللي هو تحته 64 plus 36 هيبقى square root of 100 اللي هو equals 10 يبقى 10 equals 8 plus a يطرى الاب كام الاب هنا هتكون 10 minus 8 اللي هي equals 2 ليه لان 8 plus 2 equals 10 فالأي هنا equals 2 اختار 2 number 4 زي point negative 2 and negative 3 lays in the quadrant هنا بيقول ان الpoint negative 2 negative 3 بتكون موجودة في انه quadrant في انه ربع تعالى نرسم ال x axis والy axis ادي ال x axis والy axis ناحية اليمين في ال x axis بيكون positive اعداد positive وناحية الشمال اعداد negative وفي ال y axis فوق بيبقى positive وتحت بيبقى اعداد negative فأي point موجودة هنا في الفرست quadrant هيكون ال x coordinate positive وال y coordinate positive وفي ال second quadrant هيكون ال x coordinate لأي point negative ويكون ال y coordinate positive وفي الثيرد هيكون ال x coordinate negative وال y coordinate negative بقبى وفي الفورث هيكون ال x coordinate positive وال y coordinate negative دول 4 quadrants دول 4 quadrants طرى بقى ال point اللي هي ال x coordinate بتاعتها negative 2 يعني negative وال y coordinate negative 3 يعني negative negative وnegative يا طرى هتكون في انهي quadrant هتكون في third quadrant اختار third number 5 4 over 7 x equals 4 over 7 then x equals دي مسألة سهلة جدا يعني ايه 4 over 7 x يعني 4 over 7 times x equals 4 over 7 يبقى هنا ال x بكام ال x هنا لازم تكون هي multiplicative identity اللي هي المحايد في الضرب اللي هو هنا هيكون كام هيكون one ليه؟ اما اقول 4 over 7 times 1 هايدينا برضو 4 over 7 فالاختيار هنا عندي 1 number 6 جايب لأردر دبير equal order دبير 10 نعرى السؤال if order دبير 7 to the power a minus 2 and 3 equals the order دبير 1 and b plus 5 then a plus b اما يكون order دبير equal the order دبير يبا لازم ال x coordinate هنا equals the x coordinate هنا وال y coordinate هنا equals the y coordinate هنا فعلا نكتب الاكسات هنا 7 to the power a minus 2 هتكون equals 1 فيا ترى الايب كام؟ هو امتى 7 to the power a minus 2 equals 1 اما يكون الباور بزيرو احنا عارفين اي حاجة power 0 equals 1 جرب اي حاجة كده power 0 هتلاقي طبعت equals 1 معادة 0 to the power 0 دي undefined او meaningless ما لهاش معادة فامتى 7 to the power a minus 2 equals 1 اما يكون الباور اللي هو a minus 2 equals 0 فامتى يكون a minus 2 equals 0 اما يكون ال a ب 2 فال a هنا equals 2 حطها على جنب تعال ابقى نشوف ال y coordinate هنا بيقول 3 وهنا b plus 5 فb plus 5 equals 3 فلما ال order the pair هنا equal هنا يبقى ال y coordinate هنا equal y coordinate هنا b plus 5 equals 3 يبقى ال b بكام؟ وادل 5 النحية التانية بدلا ما هي plus تبقى minus يبقى b equals 3 minus 5 يبقى ال b هنا equals negative 2 يبقى انا طلعت ال a ب 2 وال b ب negative 2 وهو عاوز يعمل لهم plus a plus b 2 plus negative 2 equals 0 اي عدد plus additive inverse بتاعه equals 0 فالاختيار هنا عندي 0 السؤال بعد كده number 7 if 2 to the power 5 times 3 to the power 5 equals m times 6 to the power 4 then m equals لها كذا طريقة حل مبدئيا كده عندك 2 to the power 5 times 3 to the power 5 دي equals 6 to the power 5 او حسابها بالكالكولياتور هطلع لك 7776 equal m times 6 power 4 هنمسك 6 power 4 ده بلا ما هو times نودي ناحية 7776 هكون divided يعني هقول 7776 divided by 6 to the power 4 فاليقابة هتطلع equals 6 او انا لسه اقيل ان 2 to the power 5 times 3 to the power 5 equals 6 to the power 5 ف6 to the power 5 equals m times 6 to the power 4 انا عاوز 6 to the power 4 دي تبقى equal 6 to the power 5 يبقى عامل لها times كام عامل لها times 6 هزود 6 كمان عشان تبقى 6 to the power 5 فاليقابة في كده الاحوال 6 السؤال اللي بعد كده number 8 if one over x plus one over y plus one over x y equals number over y x مبدئيا كده ال x وال y doesn't equals zero او اعاوز بقى يعمل لل fractions اللي قدامك دي plus وعاوز يعرف ال numerator في الاجابة كامل طيب امت اعمل plus لل fractions اما يكون denominators اللي هي الاعداد اللي تحت كلها زي بعض طب هنا كام x هنا كام تحت y هنا كام تحت او هنا ايه تحت x y فانا هدفي اخليهم كلهم حاجة واحدة اللي هي x y وخصوصا ان هو كتبها في الاجابة كتبها y x هي هي x y برضو مفيش مشكلة اعتبارها x y فانا هخلي كل denominators تحت x y تعال عند الفراكشن الاولاني موجود x يبقى انت محتاج ايه محتاج y اكتب ال y فوق واكتبها تحت فوق هيبقى y times one بy وتحت هيبقى x y تعال عند الفراكشن التاني مكتوب في denominator تحت y يبقى انت محتاج ايه x عادي اكتب x تحت جنب ال y واكتب x فوق x times one يبدينا برضو x plus denominator هنا x y مش هعمل في حاجة يبقى فوق مش هعمل حاجة هتبقى المسألة كده بقى y over x y plus x over x y plus one over x y كده بقى كل denominators x y يعني common denominators كلهم زي بعض زي الاجابة اللي عندك اللي هي y x او x y مفيش مشكلة معنى ان هو كتب لك y x يعني y times x اللي هي هيها x times y فكده كل denominators بقت x y هتبقى اعمل plus لن numerators هنا y او مكتب y plus هنا x او مكتب x plus هنا one او مكتب one يبقى الاجابة y plus x plus one دور عليها هتلاقيها اخر اجابة هو كتبها x plus y plus one انا عارف ان plus هنا كوميوتاتيب قدر ابدل فهي هيها y plus x plus one هي هيها x plus y plus one مفيش مشكلة فاللي جابة هنا لتر d number nine if one over three x minus five over twelve equals one over four then x equals equation علي قدامك حلها استخدم فهنا بدل ما هي minus five over twelve ووديها الناحية التانية plus five over twelve هتبقى المسألة one over three x equals one over four plus five over twelve احسب دي شوفها تطلع لك ايه two over three يبقى one over three x equals two over three يبقى ترى ال x هنا بكام بين جدا هنا ال x هتكون بتو لو انت مش عارف one over three x معناها one over three times x فودي one over three الناحية التانية هتكون المسألة كده x equals two over three divided by one over three الاجابة هتكون two فتختار two exercise number ten if x over y equals three over four then for x over three y equals انا عندي هنا x over y equals three over four وانت خدت قبل كده ان الشكل ده عبارة عن ايه عبارة عن proportion وانت عارف من خصائص ايه proportion the product of extremes equals the product of means يعني x times four equals three times y ده اللي منسمي cross multiplication x times four equals three times y فالتنين دول equal اللي هي four x و three y هو بقى عاوز يعمل ايه؟ عاوز يعمل four x divided three y او over three y ده يكون equal ايه؟ هما الاتنين equal بعض اصلا four x و three y هما الاتنين equal انت ما بتعمل عدد divided نفسه او عدد over نفسه ده بيكون equal ما ده طبعا zero over zero او zero divided by zero ده طبعا meaningless او undefined ما لنجدعه به هنا x وال y ما doesn't equal zero يعني فهنا الاجابة هتكون equals one exercise number eleven if the ratio between the parameters of two squares is one to two عند square اهو برامتر بتاعه اعتبر انه هو one وسكوير تاني البرامتر بتاعه اعتبر انه هو two يبقى ratio ما بين البرامتر بتاع السكوير الاولاني والسكوير التاني one to two وطالما ال ratio ما بين البرامتر اللي هي some of sides هنا وهنا one to two يبقى ratio ما بين side lengths في السكوير الاولاني و side lengths في السكوير التاني بردو هتكون نفس ال ratio one to two يعني اعتبر ان ال side هنا في السكوير الاولاني one وال side هنا في السكوير التاني two وهو اعتبرت ان ال side هنا الانس بتاعه one وهنا side length بتاعه two لو عاوز تحسب الارية عبارة عن side by side او side with the power two اللي هو ال power two فالاريا هنا هتكون one to the power two equals one وهنا الاريا عبارة عن هنا سايد 2 يبقى 2 to the power 2 equals 4 الراشيو بين their areas هيكون 1 to 4 اللي هي الإجابة لتر C بكده أعزائي الطلبة والطالبات وصلنا لنهاية الدرس اليوم أرجو أن يكون الفيديو عجبكم لو أنت أول مرة بتشاهدني معاك مستر أيمن أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل عشان يوصلك كل جديد أحياتي لكم جميعا بالتوفيق لكم يا رب